اطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اطلق اسم عام الذهب على عام 2018 نشرا لرؤية جديدة واكد ثقته بالرياضة البحرينية التي تحظى بالاهتمام والمتابعة الحثيثة من لدن القيادة الحكيمة سعيا منها لتعزيز دور القطاع الرياضي في مملكة البحرين والذي حقق العديد من الانجازات على مدار سنوات طويلة صاحب الجلالة نعيدكم في عام 2018 ونستأذنكم أن نطلق على عام 2018 لقب الذهب فقط لأننا صاحب الجلالة أمامنا طريق وأمامنا انجازات قادمة في هذا العام وبإذن الله سنكسر إن شاء الله حواجز كثيرة وننجز إن شاء الله الذهب أكثر من أي عام نتوقع بإذن الله فصاحب الجلالة شكرا مرة أخرى ولنا الشرف أن نتواجد معكم ونتكرم من قبل جلالتكم بهذه الكلمات عهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهيل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بأن يكون العام الجاري عام حصاد الذهب فقط وكسر الأرقام التي تحققت في الأعوام الماضية واستند سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وهو يستأذن جلالة الملك لإطلاق اسم عام الذهب على عام 2018 في تحقيق الإنجازات على الثقة الغالية التي توليها القيادة الحكيمة في مملكة البحرين والمتابعة الحديثة والدعم المحدود من قبلها إلى الحركة الرياضية باعتبارها الحافزة الأساسية للعطاء والمثابرة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز دور الرياضة البحرينية في المملكة كقطاع هام حقق العديد من الإنجازات لمملكة البحرين ووضعها في دائرة الأضواء الإعلامية على مدار سنوات طويلة إن اهتمام حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بالحركة الرياضية ودعم جلالته ومتابعته الحثيثة للمشاركات البحرينية شكل انطلاقة حقيقية للمنتخبات لتحقق في العام السابق أكثر من أربعمائة ميدالية إضافة إلى تحقيق الأندية الوطنية مراكز متقدمة من أبرزها تسييدها لكرة اليد الأسيوية ولكرة الطائرة العربية والخليجية ومن المؤمل أن تخوض المنتخبات والأندية الوطنية في العام الجاري مشاركات كبيرة على المستوى الإقليمي والقري العالمي والتي دائما ما يرتفع فيها سقف الطموحات ومن هنا فأن مملكة البحرين تأمل من الاتحادات الرياضية والأندية الوطنية وضع خطط فنية طموحة قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها التركيز على تحقيق الميداليات الذهبية والمراكز المتقدمة وتمهيد المسار أمام اللاعبين من أجل شق طريقهم نحو منصات التجويج لرفع اسم وعالم البحرين عاليا مشاركات خارجية عديدة ستخوضها المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة وضعة نصب عينيها لتحقيق الذهب كما أن المنتخبات مقبلة أيضا على مشاركات هامة على المستوى الأسيوي في دورة الألعاب الأسيوية الثامنة عشر والتي ستقام في جاكارتا وبلانبانك بأندونوسيا حيث تتطلع إلى تحقيق إنجازات نوعية تاريخية في هذه الدورة والحال كذلك ينطبق على الأندية الوطنية والتي تأمل هي الأخرى حصد الذهب والمراكز المتقدمة في البطولات التي ستشارك فيها ودائما ما كانت تؤكد القيادة الرشيدة والمسؤولين عن الحركة الرياضية على أن أبناء البحرين ممنحظوا بشرف تمذيل المملكة يمتلكون من العزيمة ما يكفي للانتقال إلى مرحلة جديدة في العام الجاري تؤرخ فترة زمنية للرياضة البحرينية بما يتفق مع الرؤية العصرية والروح العالية للمنافسات بكل ثقة كما يمتلكون القدرة التي ستوصلهم إلى منصة التتويج والحلم الذي يسعى له كل الرياضي والرياضية وهو التتويج بالذهب والألقاب وتفاعلا مع طلاق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقب عام الذهب على عام 2018 بدأت اللجنة الأولمبية البحرينية بعقد لقاءات مع الاتحادات الرياضية في سبيل حذها على وضع استراتيجيات توصل إلى تحقيق الذهب في مختلف البطولات والتركيز على الميداليات الذهبية بالإضافة إلى تلبية متطلبات الاتحاد بما يجعلها قدرة على الوصول إلى الذهب فقط وبدأت الاتحادات الرياضية بوضع تلك الاستراتيجيات الفنية وهو ما اتضح من خلال تحقيق عدد من المنتخبات الوطنية المركز الأول والميداليات الذهبية ومن المؤمل أن توصل المنتخبات الوطنية مسيرتها في المشاركات الخارجية وتحقق المزيد من الذهب ترجمة نانسي قنقر